يعاني البعض من تراكم الرؤوس السوداء خاصة في منطقة الأنف ويعود السبب في ظهور الرؤوس السوداء إلى زيادة تراكم المواد الدهنية داخل البشرة وأيضاً انسداد الغداد فيها بالإضافة إلى الغبار وعدم العناية بالبشرة بالطرق الصحيحة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وعدم إزالة بقايا المكياج عن الوجه تختلف إذن الرؤوس السوداء بحسب نوع البشرة وطرق التعامل معها معنا الحديث عن هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر خصائية العناية بالبشرة مربت نير الله يصبحك بألف خير صبح النور إليك ولجميع المشاهدين اشتقنا لك يعني تطلع عن نارينا كيف صحتك تمام؟ الحمد لله تمام أهلا وسهلا طب يعني بدايتاً نحكي أنه هل تختلف نوع البشرة يعني بإمكانية أن يكون في رؤوس السوداء مثلاً على البشرة الدهنية أو حتى الجافة؟ طبعاً هلو عنا الرؤوس السوداء أنواع في رؤوس سوداء في رؤوس بيضاء في رؤوس صفرة على أخضر تحديداً إذا فيها التهاب فيه زوان مع شعر فيه زوان تحت الجلد وفوق الجلد هلا بالإضافة له هيكد اللي بيميز زوان من بشرة لبشرة نوعية الزوان هلا ونوعية الزوان ممكن تكون الزوانة ناشفة عميقة ممكن تكون ناشفة سطحية ممكن تكون دهنية عميقة ممكن تكون دهنية سطحية هذا برجع لأديش عمر الزوانة داخل المسامة مثلاً فيه كثير ستات أو شباب كل بني آدم على وجه الكرة الأرضية بعد جيل المراهقة إلا لا يطلع له بلاك هيدز وهو الزوان فالسؤال كيف طريقة تنظيفه إذا منخليه على سطح الجلد ممكن أنه يتعمق من خلال المسامة داخل النسيج ويسوي الجسم غريب وممكن يتحول لمشكلة أكبر ممكن شكل حبة مع مدة ممكن شكل حبة حمراء اللون هون في مشكلة ممكن تصير في حالة أنه ما تنظف الزوان فإذاً هو كيف نتعامل معه يا بضل يا بنخفف منه هون فيش مجال أنا بفضل أنه طبعا بإجراء جلسة تنظيف بخطوات تعرفها خبير التجميل مش زي خطوات اللي بيعتمدها أي شخص في البيت ممكن أنه يحط على رأس أصابعه أو بأضافيره ينظف الزوان فهون في مشكلة هون ضروري جدا أنه زوانة تتنظف من العمق فبتلاحظي فيه كتير شباب صبايا بروح على صيدليات بيجيبوا اللاصيقات اللي بنحطوا على الأم بحسوا أنه زوانة راسة طلع البلاك هاتز راسة طلع بس بعد أكمل يوم بيعودوا بطلعوا بالمرأي بشكل واضح بلاقوها عودة ظهرت خليني هون أسألك أسألة يعني إحنا إذا بنشيل الزوانة هي أكيد رح ترجع تطلع أو إذا بنشيلها بالطريقة الصح ما رح ترجع تطلع لا طبعا زوانة بترجع تطلع هلا ليش بترجع تطلع أول إشي ركز على اللي بيستخدموا اللاصيقات على الأنف أو اللي بيستخدموا الطرق التقليدية لإزالة الزوان في البيت أول إشي هن بيطلعوا الزوانة الموجودة فيه خلال المسامة من بره السطحية منها الزوانة فيه إلها تكملة والتكملة تبعتها داخل فيه داخل جريب الشعر عبر النسيج الداخلي من جوا هلا هن قاموا الجزء الخارجي منها فتحوا المسامة عرضوا المسامة للتلوثات الجو البيئة الغبرة الخارجية بالإضافة لأشعة الشمس واليوفي اي واليوفي بي بيصير هون فيه عندنا ما يسمى في تأكسد الروابط الكبريتية الموجودة فيه تركيبة الجلد مع التلوثات الخارجية واليوفي اي واليوفي بي فهذا اللي بيخلي لون الزوانة أسود هلا في حالة تم إزالة راسي الزوانة فقط بدون التأكد من إزالة الشرش تبعها من عبر جريب الشعر هون الإمكانية واردة ما تبقى السابوم أو الدهن عبر جريب الشعر ممكن يعاود يطلع بشكل تدريجي بعد أكمل يوم ويعاود يسوي انسداد للمسامة كمان مرة يا إما الإنسداد بيكون على شكل زوانة أو على شكل حبة ملتهبة فبالتالي هون الطرق الصحيحة والمفروض إنه يتنظف فيها الزوان فقط عند خبير التجميل وعملياً لماذا أخذ وقت أن ترجع تطلع كمان مرة الزوانة وإذا افترضنا أن نظفناها بطريقة مع خبير التجميل هون السؤال حسب نوعية البشرة مثلاً منلاحظ أنه ذوات البشرة الجافة أقل ظهور زوان من ذوات البشرة الدهنية والمختلطة ليش؟ لأنه نسبة إنتاج السابوم والدهن والكوليستيرول ومادة السكولين والأستر كوليستيرول والمادة اللي بيسمها التريغليسيريد هاي كلها تركيبة الغداد الدهنية المحيطة في جريب الشعرة وجريب الشعرة طبعاً ما عرفتش بالضطق إيش الأشياء اللي نحكي عنها بس فهمت تركيبة تركيبة الدهون الموجودة في الغداد الدهنية اللي موجودة في جريب الشعرة بربط فيها الغداد الدهنية الموجودة في الطبقة الثانية من الجلد اللي بتفرز هذه الدهون عبر جريب الشعرة وبتطلعها أب اتجاه المسامل. هلأ هذه الغدد نحنا ما بنقدر نسيطر على التوقف عملها لأنه البشرف على عملها الهرمونات تحديدا الهرمون الأندروجيني الموجود عندنا في الغدد النخامية في الدماغ. هو البشرف على عملها. فعشان نحنا دايما نتعرض لأسئلة. في حالة نظفت الزوان برجع ولا ما برجع؟ طبعاً بده يرجع. لأنه لا أنا ولا أنتي ولا الأدوية ولا المستحضرات التجميل ممكن تمنع تأثير الهرمون الأندروجيني اللي هو بشرف على العمل لغدة الدهنية اللي تنتج الزهم والدهون عبر جريب الشعرة وبتطلعها لاتجاه المسامل. ولكن على الأقل ما عرفنا فايدة أنه يكون تنظيف من أسفل ظهور رأس. بالضبط. لأنه ممكن يصير فيه علامات طول وقت مستمرة على وجهنا إذا ننظفها بطريقة غلط أو يظهر كمان كما أنت ذكرتي حب يعني في مناطق متفرقة. بس حكيتي نقطة وبدنا نجعلها أنه كل حدا كل شخص فينا وأعمار مختلفة بعد عمر المراهقة إلا ما يطلع الزوان. وكمان نشوف أنه بهاي الفترة كمان ممكن يكون فيه حب على وجه الشباب اللي هو حب الشباب. هل فيه علاقة ما بين حب الشباب والزوان؟ طبعا الظاهرة الأولى من ظهور حب الشباب أو الإشارة الأولى لتطور ظاهرة حب الشباب هو الزوان. ليش؟ لأن الزوانة إذا ما تنظفت ويجتنا حالة كل مسامة تطلعنا في الجلد في الوجه ملانة زوانة. هذه الزوانة إذا ما تنظفت هي جسم غريب أوساخ. عبارة عن أوساخ ملية المسامات في حالة أنه ما تنظفت مع الوقت الزوانة تدخل عبر النسيج بتنزل بشكل تدريجي عبر النسيج عبر المسامة وبتشكل جسم غريب. هذا الجسم الغريب اللي مكون من الأوساخ ما بتقولي بصحي خلايا جهاز المناعة الموجودة في الجلد وبصير في حرب داخلية في الجلد في الطبقة الثانية من الجلد بين خلايا جهاز المناعة وبين الجسم الغريب. فهذا الحرب ايش بتأدي لتصفية خلايا دم الحمراء؟ بتطلعها أب على سطح الجلد على شكل حبة حمراء اللون أو حبة ملتهبة. هذا في حالة أنه ما تنظفت الزوانة بشكل صحيح. نسمعوا بنشوف كمان يعني هلأ الانترنت هو فضاء مفتوح لوصفات مختلفة. إنه ممكن الصبية المحتمة تنظف الزوان ممكن تعتمد على خلطات طبيعية موجودة في البيت. معني أنا شاعر أنه إنتي بتحكي إحنا عملية منزيل شيء مش نضع شيء فوق الزوان. أو نضع مادة فوق الزوان مش نتخلص منها. فشو تعليقك على هذا الموضوع؟ شوفي المواد المستخدمة في البيت أو الدعايات للتخلص من الرؤوس السوداء. ممكن إنه مثلا في كتير دعايات بتنزل مستحضرات تجميل بروح بشتروها عن طريق النات عن طريق السوداء. بغض النظر من وين. بيستخدموها لعلاج خارجي للجلب. بس برجع بقول بيستخدموها على أرضية بشرة مش نضيفة. لأنه الزوانات معبي المسامة. هلأ ما بتجيب بمستحضر أو مادة من المطبخ من عندك من البيت. حطيتها على الجلد والزوانة موجودة. تأثيرها ما أدى لتنظيف الزوانة. زوانة ليش؟ لأنهم حطتها على الزوانة على الأوساخ. ما دوابها. ما خلعها من الشرش بشكل صحي وتمام. وبنفس الوقت ما أعطت النتائج المطلوبة على سطح الجلد. فهذه المنتجات ممكن استعمالها بناء على استشارة مجانية من خبير التجميل. ويفضل دائما استعمالها على الأرضية بشرة نضيفة. بعد تنظيف الجلد وتنكية المسامات من الزوان. لكي يعطي مجال للمسامات أن تتنفس. وتستقبل المواد الفعال الموجودة في المنتجات التي نشتروها. حكيتي أننا لا ننظف وجهنا على أساس نظيفة. هناك أشخاص يعملون مثل تقشير ديب بيلينج أو عمليات تنظيفة للوجه. هل مهم أن يكون هناك تنظيف للزوان قبل وإزالته؟ أو كيف يؤثر تنظيف؟ طبعاً من الكواعد والأساس للحالات التي يجعلون تقشير عميق. يقولون له عميق ديب بيلينج بس أنا بنظري جداً سطحي. أو حتى لو المريض اللي عنده كثير زوان في وجه وباتجه الأطباء لتناول دوري أكوتان. أنا بفضل تنظيف الزوان وتهيئة البشرة لهذا الموضوع. انتصاص عشان يقدر يستفيد منه. لأنه التقشير العميق بده يؤشر الطبقة الخارجية من الجلد. والطبقة الخارجية من الجلد المعروفة بالطبقة القرنية تحتوي على 15-20 طبقة ميتة. والزوانة عايشة فيها وعلى الامتداد أعمق شوي من الجلد. فبالتالي هون قشروا الطبقة الخارجية من الجلد وزوانة دلت موجودة. طب شو استفدنا من هالقصة هاي؟ ليش ما يتم العملية على أرضية بشرة نضيفة نقية حتى المواد الفعالة الموجودة في تركيبة البيلينج تقشير تدخل ديب لعمق النسيج. تستفيد من هالبشرة. طاعة الفعالية أعمق من ناحية التفتيح من ناحية التجاعد من ناحية تقليص مسامات وبعطة رحب. هذا بأسألك يا. نفترض أنه نحن نحاول نقول للناس أنه تنظيف الصحيح للرؤوس السوداء أنه هو يكون تنظيف كامل لا يتمش فيه على السقات لا يتمش فيه على البيت أو الطرق التقليدية. إنه مش رح يفيدنا. وهذا سؤالي. إيش يعني مش رح يفيدنا. كيف رح يضر. إذا إحنا بس نظفنا من مستحضرات تجميلية زي كريمات أو زي حتى زي ما قلنا ملسقات. إيش رح يؤثر على المدى البعيد على البشرة. مش رح ينظف الزوان من الشرج. مش رح يقيمها. يعني هلأ إفردي أنه أنت عندك بلاك هت زوان على الأنف والدأن. أوكي. وعطيتك تقشير. للاستخدام البيت أو الكريمات للبشرة الدهنية. الكريمات مش رح تنظف لك الزوانات. نهائي. وإذا الزوانات ظلوا المستمرات موجودين على سطح الجلد. ومع بين المسامة زي ما ذكرت. المسامة ممكن الزوانة تتعمق لعمك النسيج. وتشكل جسم غريب وتسوي التهاب في جريب الشعرة. ويؤدي إلى ظهور حبة على سطح الجلد في الموقع المصاب. هذه هي عواقب عدم تنظيف الجلد من الزوان. وكمان بس يكون الزوان موجود على سطح البشرة. عادة بيكون في فراغ بين المسامات وبصير واضحة بشكل أكبر. كيف متعامل معها؟ الزوانة لما بدأت تخرج من المسامة بتترك حيز. وهذا الحيز عند خبير التجميل في مواد معينة. بعد عملية تنظيف الجلد من الزوان. بتم وضع على الجلد مواد طبيعية. اللي ما بتأدي تهيوج للجلد. بعد ترجع التعاود بتقلس المسامة وبترجعها لوضع طبيعي. بعد إزالة الزوان من المسامة. طب هل هاي المواد الطبيعية هي كمان خلطات ممكن تكون كيموية ولا هي ممكن تكون خلطات حتى في البيت يعني؟ لا هاي مواد أريدي بتكون طبيعية. مية بالمية تركيبتها بمواد طبيعية. خبيرة التجميل بتحدد شو نوعية المادة اللي بدأت تحطها على الجلد بعد تنظيف الزوانة. حسب كيف ردة فعل الجلد بعد التنظيف. يعني فيه الجلد بعد تنظيف الزوان بحمر. بنتفخ. بيصير فيه نوع من أنواع اللي تراوم على الجلد. هلأ المواد اللي بدأت تنحط لتقليس المسامة وترجع لوضع الأصلي. هاي ما فيهاش قاعدة. كل مادة فعالة بترجع لنوع الجلد وحسب كيف ردة فعل الجلد بعد تنظيف الزوان. وهذه المواد كمان إلها علاقة في نوعية البشرة اللي عليها الزوان. إذا الدهنية بتختلف عن الجافة. فبالتالي سعب إنه أحدد شو هي المواد اللي ممكن نحطها على الجلد. باعتماداً عن نوع البشرة. طب قديش يعني الناس الأشخاص بطلعهم زوان كل قديش ترمي فيه تنظيف كامل للبشرة. إنه عشان كمان إذا كان مرهق ناس رح تضطر إنه تقولك لأ خلص أنا بنضفه مرة مثلاً بالسنة تنظيف البشرة عميق مثلاً مع تنظيف المسامات. وباعتمد بالتالي على تنظيف مستمر سطحي في البيت. غالباً ذوات البشرة الدهنية هن أكثر ناس بعانوا من أنه جل بعبي عندهم زوان. المعدل الطبيعي كل ثلاثة شهر للبناء دم الطبيعي. بينما نلاحظ ذوات البشرة الدهنية وجهن بعبي أكثر ممكن كل شهر. إذا تابعوا مع خبير التجميل بعملية تنظيف. ممكن تعطيهم تكملة شغل للبيت بعد الجلسة الأولى. تقلل من نسبة ظهور الزوان بشكل تدريجي بمواد فعالة معينة. التي تسيطر على إنتاج الدهن من الوغدة الدهنية. وتنترله وتدوبه أول بأول. وتبنع ظهور الزوان وتراكبه بنسبة جداً عالية. هل يفضل هذا يكون بالشطة أكثر من الصيف؟ يعني عشان مثلا أنت ذكرت أيضاً أن أشعة الشمس ممكن تكون مزعجة لتعرضنا للغبرة أو لكل هذه الأشياء. فهل يفضل في موسم على الموسم؟ ولا هو على مدار العام؟ لا لا على مدار العام. لأنه تنظيف البشرة من الزوان على مدار العام. لأنه مش بس مرتبة في أشعة الشمس. مرتبة بالحالة النفسية. مرتبة بالحالة الصحية. مرتبة عند النساء بالدورة الشهرية. بالتحسس من بعض المنتجات الغذائية. في الإمساك في المعدة. فهو هرمونات عملياً بشكل كبير. ليس بس عوامل خارجية. بالضبط. في كثير معتقد ممكن يقول أنه هناك مثلا زوان على وجه أي حدا. وبنفكر أنه إذا نضيفنا مرة هذا سيعطي فرصة للوجه يصير كل مرة محتاج نفس درجة التنظيف. وبالتالي أنا بفتحها حالي بابه كأنه هيك. شوفي هذا اعتقاد جداً خاطئ. للأسف الشديد جداً. أنا بعتبرها هاي نظافة شخصية. يعني أي حدا بلاقي فيه ببشرته زوان المفروض ضغري ينظف. لأنه بخاف مع الوقت تحفر الزوانة وتلتهب وبعدين تأدي لوجود ثقوب في البشرة. هل عدم تنظيفها وإذا الشخص أهملها إيش ممكن تكون النتيجة يعني؟ ممكن إنه تتحول لحب. ملتهب. عراسه مدة. ومع الوقت ممكن تحفر أعمق في الجلد وتأكل من النسيج الداخلي. ليش؟ لأنه شو اللي بخليها تتحول للمدة. لأنه المسامة مغلقة. بالزوانة زي السداد. هلأ بجريب الشعر عايشة بكتيريا. نوع من البكتيريا الكورني بكتيريوم آكني. بقولوا له كمان الاستافيلو كوكوس ألبوس. هاي نوع من البكتيريا المعروفة عالميا العايشة بطبيعة جسم كل بني آدم. ومعروف علميا إنه البكتيريا تتفاقم وتزيد بالمناطق المغلقة والرتبة. هلأ إذا المسامة مغلقة بالزوانة البكتيريا هون تتبلش تشغل نايمة. صحيات. لما بتصحي معها خلايا جهاز المناعة الموجودة في جريب الشعراء. وبالتالي بدأ تواجه عملية الانسداد هاي. وبالتالي بيصير بتتحول الزوانة لحبة. وحبة حمراء اللون. وممكن تكون على رأسها مدة كمان. فإضا يعني هون ممكن تصير عملية العلاج أصلا أصعب أو حك. كيف ممكن تتخلص من النظر أصعب؟ فالظاهرة هي البلاك هيدز أول خطوة من ظواهر حب الشباب. حتى ما تتطور لظاهرة حب الشباب. المفروض إنه أول بأول تتنظف كل شهر أو كل ثلاثة شهر. حسب شو نوعية البشرة. مثلا البشرة الجافة. بتلاقي بس منطقة المنخار. التي زون. في عندهم نسبة جدا ضئيلة من الزوان. طبيعة جسمهم. أصعب البشرة الدهنية عادة بتكون أصعب. وبالتحديث فيه أشخاص ممكن تكون برشتهم مخلطة. فعمليين ممكن يكون فيه مناطق فيها زوان بشكل كتير كبير. هي منطقة دهنية أساسا. فبالتالي هذا بدهو عناية كمان أكتر. وانه ينتبه الشخص عليها. أكيد. فيه نصيحة تحب تحكي لنا لكل المشاهدين بهذا الموضوع أخير. نصيحة بقول إنه البلاك هادزو الزوان المفروض يتنظف. لأنه أنا هاي بشكل شخصي بعدها نظافة شخصية. ما إلها علاقة إذا نظفنا الزوان بده يعود يرجع. طبعا بده يعود يرجع. لأنه نحنا ما منقدر نمنع الغداد الدهنية توقف عن عملها. حتى لو تناولنا أدوية ممكن تكون العملية فقط مؤقتة أثناء تناول الدواء. وبتأمل الكل يعتمد هذه النظافة الشخصية لبشرته حتى إنه بشرته تكون ديفة وصحية. شكرا لك كثير على كل هاي النصائح وأتمنى لك أكيد نهار سعيد. شكرا لك.